موسيقى 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 النهاردة في الفيديو بتاعنا هنتعلم مع بعض how to make a sentence ازاي اعمل جملة في اللغة الانجليزية النهاردة باستخدام كتاب المعاصر هنتعلم مع بعض ازاي بعمل جملة بمضتها البسطة جدا وايه هي محتويات الجملة الجزء ده مهم جدا لانه هينامي مهارة ولدنا باستخدام الكلمات وكمان عشان يعرفوا يرتبوها اللي قدروا يكونوا جملة صحيحة اوكي هنتجي مع بعض في الاول خالص باتجينا نعرف في الاول الوردز الوردز عندنا انواع يعني احنا عندنا انواع الكلمات طيب الكلمات عندنا انواع زي ايه يعني ممكن تيجي في شكل noun اسم او تيجي في شكل verb فعل او تيجي في شكل adjective صفة او كمان تيجي في شكل preposition حرف جار او pronoun ضمير اوكي يبقى دي هي كلها انواع الكلمات اللي ممكن تيجينا في اشكال مختلفة يلا بينا نتعرف على كل شكل منه اول حاجة بيدي بيها وهي noun يعني الاسم الاسم ممكن يجيلي زي او يجيلي زي back او يجيلي مثلا زي boy كل دي اولاد nouns اسماء اوكي طيب دلوقتي هنتكلم عن verb الفعل الفعلة عندي مثلا زي eat يأكل اوكي read يقرأ اوكي كمان play very good يلعب كل دي اشكال لل verbs للافعال تمام جدا طيب لو هنتكلم بقى عن adjective الصفة طيب لما اقول مثلا small ant نملة صغيرة small دي اولاد adjective صفة بصف النملة ان هي صغيرة او اقول مثلا big camel انا هنا برضو بصف الجمل انه كبير يبقى small و big ديت adjectives صفات سهلة جدا على فكرة طيب لو هنتكلم عن preposition اللي هو حرف القر يعني مثلا ما قلت in the morning في الصباح تمام او اقول on the table فوق الترابيزة يبقى in و on دي prepositions حروف قر اوكي طيب لو هنتكلم عن pronoun الضمير بصوا كده اللي sentence دي adam is tall he isn't short طيب حلو جدا فين بقى noun he he ديت يعتبر ضمير الفعل اللي عايد على ادم اوكي تمام دلوقت سيبقى هنتكلم مع بعض عن sentence الجملة اي جملة في اللغة الانجليزية تتكون من ايه من subject فعل و verb يبقى اي جملة تتكون من فعل فعل و فعل اوكي طيب بصوا كده استوبجيكت بيضايما لازم يجي وراه ال verb حلو بصوا كده الجملة دي عمر لايز تنس تمام عمر ده اي اولاد very good excellent ده الفعل اللي اتفقنا عليه اللي اوى subject يعني حلو طيب بصوا كده برده طيب لو انا مثلا قلت احنا خلاص اتفقنا من subject بيجي وراها ال verb بس انا مثلا لو قلت he plays tennis مين هي ده هي ده ايه هي ده برده فعل وهو ضمير الفعل ضمير الفعل اللي عيد على مين اللي بتكلم عن مين اللي بيحل محل الفعل اللي هو عمر اللي اتكلمنا عنه اوكي يبقى هي ده عيد على بتحل محل عمر اوكي طيب هنا برده عندنا ملاحظة عندنا الفعل قد يكون اسم او ضمير من ضمائر الفعل طيب طيب يعني احنا عندنا ضمائر عندنا ضمائر مفردة تمام زي هي هو او she هي او اقول مثلا i انا you انت او انت كل دي ضمائر مفردة وعندنا كمان ضمائر الجامع زي ايه زي they هم زي we نحن وكمان ما ننساش you اوكي اللي هي انتم اوكي طيب طيب احنا عندنا دلوقتي الفعل 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 عندنا بقى احنا خلاص اتفقنا انه subject لازم بيجي وراها الفرب طيب بصوا كده ايه دراس ايه ايه فش هي ده سبجيكت فعل جي وراها الفرب اللي هو إيت حطت في نهايته أس علشان هي طيب داي خلينا نعرف إيه خلينا نعرف إن أنا عندي الأفعال بيختلف شكلها حسب الفعل الذي يسبقه طيب يعني معنى كده أنا عندي أفعال بتغير في الفعل حسب الفعل تمام لو أنا لتكلم عن فعل يكون بيكون من إيه آي بيجي معها أم حلو هي 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 بتاخد is they وي بيجي معها are أوكي يعني بقول I am happy she is tall they are at home أوكي ده كده فعل يكون طيب لو هتكلم عن فربي to have I و they و you we بيجي وراها have أوكي وكمان هي 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 بيجي معها has verb to have وهو فعل يملك أوكي يملك أو يمتلك تمام ممكن أقول I have a kite أو أقول she has a red flower أوكي آخر verb هنتكلم عنه وهو verb to do فعل يفعل بتكوى من I they you و we بيجي معها do وكمان عندي he she at بيجي معها does أوكي how do you feel أو أقول what does he look like أوكي ده كده احنا خلاص تكلمنا عن كل جزء في الجملة بيكون ازاي طيب هنا بقى جزء الخاص بالactivities النشاطات هنا بيقولك circle the subjects وcircle the verb بناءنا اللي احنا اخدناه بقى من شوية هنا بيديلك شوية تدريبات تحل عنها أوكي عايزكوا تحلوا لي الإكسرسايز ده وتبعوا تهالي في comments تحت أو في message وأكتر واحد هيجيب درجات كلها صح هكتب اسمه في الفيديو اللي جاي thanks for watching and see you soon bye thanks for watching and see you soon bye اشتركوا في القناة